السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهلا بكم من تباع القناة من الاخر الخلاصة. ترتب فرقة الدورة المصر الممتازة وترتيب الهدفين بعد مباريات اليوم الاحد سبعة اثنين الافين وعاد وعشرين في الجولة السنة عشر من الدورة الممتازة اللي بدأت امس او الجولة اثناشر اللي بدأت امس السبت سيت اثنين الفين وعاد وعاد عشرين. معكم محمد دمорот دي من قناة من الاخر الخلاصة. الاول مرة تزلنا في القناة انزل اشترك في القناة بضغط على زر الاحمر. اسفل فيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب. اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس. لاس لك كل جديد باستمرار بازل لنا تعالى. الجولة الاتناشر من الدورة لمصر بدأت امس السبت ستة اتنين بتعادل البنك الاهلي امام الجنة واحد واحد وفوز برامتز فوز برامتز على طلع الجيش واحد صفر وتعادل الانتاج الحربي امام اسوان واحد واحد وهزيمة الموني العرب وفوز المصر البورسعيدي واحد صفر. اليوم الاحد سبعة اتنين الفين وحد وحد وعشرين كان عندنا مبارته. غزل المحلة الفوز التاني على التوالي بعد فوز على الزمالك في المباراة السابقة. يحفوز على وادي ديجل واحد صفر يحرز الهدف يحيا في الديا احد واشر. والزمالك يحفوز على التحاد السكندري في مباراة في الشوت الاول كان او الشوت التاني ار اخر كانت كلها توقفات. وطرد في حل الطرد حصلت ابراهيم نور الدين كان عامل زي الفل يعني كان عامل شغلة عالي او يعني. الزمالك فز على التحاد سكندري اتنين صفر احرز اهداف الزمالك احمد سيد زيزو في الديئة ستين من ضرب الجزاء. ويوسف اوباما في الديئة ستة وسبعين. في حل الطرد من جانب التحاد سكندري حصلت في الديئة اربعة وعشرين للرزاق سيسين. متمعين الكرام خلا نشوف ترتيب فرق الدورة المصر الممتاز وما نتعرف على ترتيب الهدفين بعد مباريات اليوم الاحد سبعة اتنين في الجولة سانية عشر. يستمر الزمالك في صدارة الدوري المصر الممتاز في المركز الاول بعد لعب احداشر مباراة برسيد ستة وعشر نقطة. الاهلي في المركز الثاني بواحد وعشرين نقطة من تسع مباريات. المصر البرسعدي في مركز الثالث بعشرين نقطة من حداشر مباراة. والجونة في المركز الرابع بتسعتاشر نقطة. برامدز في مركز الخامس بطمنتاشر نقطة امبي في مركز السادس بستاشر نقطة من تسع مباريات سرموكا كليباترة في مركز سابع بخمستاشر نقطة من عشر مباريات سموحة في المركز السابع بخمستاشر نقطة من عشر مباريات غزلة المحلة المركز السامن باربعتاشر نقطة من حداشر مباراة مصر المقصة في المركز التاسع بتلاتاشر نقطة من عشر مباريات الاتحاد سكندر في مركز العاشر بحداشر نقطة من سمان مباريات تلاقي الجيش المركز الحدي عشر بحداشر نقطة المقولين العرب في المركز الثاني عشر بحداشر نقطة اسوان المركز الثالث عشر بحداشر نقطة من حداشر مباراة البنك الاهلي في مركز الرابع عشر بحداشر نقطة لانتاج الحرب في مركز الخمس عشر بتسع نقاط والاسماعيلي في مركز السادس عشر بثمان نقاط من عشر مباريات وادي دجلة في مركز السابع عشر والاخير بسبع نقاط من حداشر مباراة وعندنا في فريق كده اسم متكرر وهو سلمكة كل بات رسموحة المركز السابع عمال اتنين وبنفس النقاط خمستاشر نقطة. خلنا نشوف ترتيب الهدفين. في صدارة هدافي الدور المصري الممتاز. بعد احراز هدف ليوسف اوباما اليوم من جانب الزمالك. يوسف اوباما المركز الاول بستة اهداف. تساوى معه احمد سامر لاعب طلاعي الجيش بستة اهداف. وفي مركز ثاني رمضان صبحي. لاعب برامتز بخمسة اهداف. وجون او كوي لاعب امبي. المركز الثالث اشرف بن شاركي لاعب الزمالك باربع اهداف. احمد رفعت لاعب المصري. وحسام حسن لاعب سموحة. ومحمود كهرابا لاعب اهلي. ومروان حمدي لاعب الزمالك. ومحمد شريف لاعب الاهلي. طبعا مروان حمدي خلاص. اتنقل للزمالك. كان بيلعب مش فاكر في وادي ديجلاباي. المهم في مركز الثالث ايضا محمد شريف لاعب الاهلي. وعمر جمال لاعب طلع الجيش وعمر كمان لاعب مصري ورزاق سيسي لعب الاتحاد وحسيني لاعب سراميكا كولي بطرا متابعين الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة اشتركوا في القناة فعل زر الجرس املايك الفيديو نراكم فيديو اخر بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته